هلو ايتي جريدرز طبعا اجمل شي نحنا نبلش فيه يونت الامونيتي هي هيدا الوردل او منسميها الكلاود وورد طبعا هيدا الكلاود وورد بتفرجيني البروميننت تيرمز يعني اهم التيرمز او اهم المصطلحات يلي حيمروا معي بهيدا الونت يعني هو يونت الامونيتي حيمروا معي مثلا for example let's read cancer, serum, non-self, monocyte, t-helper, thymus, lymph node, secondary, fungi, hla, algae, antigens, plasma, graft, pathogens, platelets, vaccination, blood donation etc اذا هولي اهم او المست ابروميننت ابروميننت تيرمز حيمروا معنا بشابتر او بيونت الامونيتي طبعا هنمشي عليهم ونفوت عليهم بالتفصيل واحدة واحدة okay first of all let's begin with the explanation or to explain term immunology immunology it means the study of or the science of immunity so كلمة اميونو جاي من كلمة اميونيتي مناعة لوجي it means science so let's write it لوجي it means science so immunology it is the science of immunity هو علم المناعة so what do we mean by immunity immunity is the study of how our body protects itself against pathogen so immunity it is the study of how our body protects itself against pathogen هو علم بفرجيني كيف جسمي بيقدر يحمي حاله ضد ال pathogen طبعا شو معنات pathogen هن المايكروبز او المايكرو ارغانيزمز that causes diseases or causes antigen sorry diseases or causes illness so معناتها انه هن المايكرو ارغانيزمز يلي بيسببوا امراض حتى فرجيكم سورة عن البكتيريا so immunology it means science of immunity logical it means science طبقا شو معنات بيمن بيام it is a study of how our body protects itself against pathogen حتى فرجيكم سورة عن البكتيريا باكتيريا 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 بسبب امراض حتى فرجيكم صورة عن البكتيريا بكتيريا تاني او تاني اكزامبل راح ناخده فانجاي الفطريات ناخد اكزامبل عنا هاي فانجاي ثرد اكزامبل فيروسز اوكي خلينا بس نازلوا شوائي اوكي فيروسز كمان نوع من الباثوجين يلي بسبب امراض هناخد اكزامبل كورونا فيروس اوكي عدينا ثلاثة اكزامبلز من باثوجينز من بعض الميكروبز او الميكرو ارغانيزمز يلي كوزز الناس او كوزز ديزيزز بكتيريا عطينا شكل ككارتون او كليب ارت عطينا فانجي للفطريات فيروسز عطينا اكزامبل كورونا فيروس لما نوصل لمرحلة انه جسمنا قادر يحمي حاله ضد هالباثوجينز ضد هالمايكرو ارغانيزمز منوصل لمرحلة او لستيد بكون عندي نو اه ثراتس يعني ما في خطر على جسمي من هالباثوجينز يعني منوصل لمرحلة تنقول او نشرح انه الاميون سيستم الجهاز المناعي يلي بيعمل نوع من الحاجز حوالين جسمنا بيمنع كل هالمايكرو ارغانيزمز وكل هالباثوجينز يلي ممكن تسبب لي ديزيزز فرام انترينج ذا بادي انه اف انترش ذا بدي حتى لو فاتت على الجسم او دا اميون سيستم كان دستروي ات اول بيقدر يدمره وينرجع لحالة الاميونيز او المناعة ويكون الانسان عنده مناعة ويكون محمي بروتكتد اكينز باثوجينز خلينا ننتقل للفكرة اللي جيدة بنا نشرحها what are the types of microbes so what do microbes mean كلمة ميكروب شو بتعني عادة بمجتمعنا لما نقول ميكروب معناته germ معناته microorganism that causes illness بسبب امراض which is not true هيدا منو مضبوط الميكروب هي الميكرو ارجنزم that cannot be seen unless under the microscope هي الميكرو ارجنزم يلي ما بقدر اشوفها الا لما استخدم الميكروسكوب يعني هي ال very tiny microorganism والميكروب هيدا نوعين two types شو هللي so الميكروبس are two types pathogenic and non pathogenic what do we mean by pathogenic and what do we mean by non pathogenic pathogenic يعني معناته germ لما نقول germs او جراثيم معناته pathogenic يعني microorganisms that causes disease بسبب امراض هاي معناته او معناه كلمة pathogenic اذا pathogenic معناته germs يعني هني الجراثيم يلي بسببوا diseases اما non pathogenic هني microbes يعني microorganisms بالعكس هني مش بس ما بسببوا diseases they are beneficial يعني الانسان بيستفيد منه و هني كتير بيفيده الانسان و هني أعطي examples اوكي اذا اهم من الاكزامبل على pathogenic microbes bacteria viruses any kind of microorganisms that can cause diseases طب نعطي اكزامبل على non pathogenic microbes هني أعطي اكزامبل اللي هي اول اكزامبل flora هي نوع من البكتيريا بتعيش بالجسم for example الايكولاي الايكولاي بكتيريا بتعيش inside the large intestine وهي كتير مهمة للجسم that it is نعطي اكزامبل اذا على beneficial or non pathogenic microbes اول اكزامبل قلنا الايكولاي نوع من البكتيريا بتعيش بال intestine of the human و كتير بتفيد بعملية digestion تاني اكزامبل على non pathogenic microbes اللي هي في بعض البكتيريا البكتيريا uses أو used in industry باستنوع في عندي بكتيريا هي اللي بتحول الحليب ليوغرت لما نحنا عم نعمل الحليب عم نحوله للبن في بكتيريا بقلب الحليب وهي بنفيش البكتيريا بتحوله للبن نفس الشيء لما يكون عندي عصير طفاح ويتحول فينيجر لخال كمان هيدا نوع من البكتيريا سو هيد البكتيريا سوري سو هيد البكتيريا كتير بنفيش كتير مفيدين او ازان هول البكتيريا اللي نحن منستخدمون بالاندستري او بالصناعة